موسيقى السلام عليكم و أصد الله و أوقاتكم بكل خير و أحييكم و أدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر العربي من الأردن محمد سراج الزغود موضوع حلقتنا لهذا اليوم الشعر و الحياة قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية أهلا بكم موسيقى بعد غياب دام خمسة عشر عاما شهدت مدينة البصرة عرضا مسرحيا هو الأول منذ الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003 الأمر الذي عده مهتمون و فنانون عودة للحياة الثقافية إلى المدينة وجاء تشهيد المسرحي وتمويله من قبل أحد رجال الأعمال البصريين وسط إهمال حكومي تام أعلن ملتقى صدى بغداد عن أسماء الفائزين بالمراكز العشرة في المسابقة العربية للقصة القصيرة للشباب وقد حازت قصة أنت فيها غريبة للام مجبور مصطفى من سوريا على المركز الأول بينما توزعت بقية المراكز على كتاب من فلسطين والمغرب ومصر والجزائر والسودان أطلقت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مسابقة للأفلام القصيرة بعنوان نحن القدس ودعت الهيئة جميع المخرجين العرب للمشاركة بأعمال روائية وتحركية وتجربية ذات محتوى مبتكر يمكنها إيصال رسالة عالمية حول مدينة القدس على أن تقدم المشاركات قبل الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري تحت شعار الكتب والنشر في الوطن العربي الواقع والآفاق تبدأ الثلاثة المقبل في تونس أعمال مؤتمر الناشرين العرب الرابع المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال إضافة إلى تعريفهم على تقنيات حديثة يمكن الاستفادة منها لتحسين صناعة النشر في الوطن العربي أعلن في برلي عن إطلاق مجلة ثقافية جديدة تصدر باللغتين العربية والألمانية باسم مجلة فن انطلاقة المجلة أسهم فيها 52 كاتباً وفناناً ومترجماً وصحفياً من تسع دول مختلفة في سعي جاد لأن تكون جسراً للتبادل الثقافي والمعرفي بين المجتمعات الناطقة بالعربية وتلك الناطقة بالألمانية أطلقت دار الساقي اللبنانية جائزة ميغ صوب للرواية كجائزة سنوية تمنح لمن لم يسبق له أن نشر كتاباً من قبل وأن الجائزة هي نشر الرواية الفائزة من قبل الدار وقد بدأت من الأول من شهر كانون الثاني الجاري مهلة استقبال الأعمال الروائية المكتوبة باللغة العربية والتي ستنتهي في الثلاثين من شهر حزيران القادم كما أعلنت دار مهال النشر والتوزيع والترجمة عن الدورة الثانية من جائزتها للقصة القصيرة والرواية غير المنشورة ودعت الدار جميع مبدعي الوطن العربي أن يشاركوا بأعمالهم الروائية والقصصية المكتوبة باللغة العربية الفصحى وذلك في موعد أقصى العشرون من شهر كانون الثاني الجاري أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر العربي من الأردن محمد سراج زغول موضوع حلقتنا لهذه اليوم الشعر والحياة أهلا بك يا سيد محمد أهلا وسهلا ضيفا على فضاءات أهلا وسهلا بكم هياك الله أهلا وسهلا نحن ودينا عرف في هذا البرنامج فضاءات دائما عندما يكون الضيف شاعرا نسمع منه قصيدة ثم نبحر في حوارنا فيما بعد هل نسمع منك قصيدة كبداية كما تعلمون أن الشاعر تنتقل معه الأماكن أينما حل وارتحل فقصيدة البداية أحب أن أقرأ قصيدة لعجلون قبلة لعجلون ركبا ندى خيل الصباح القادم والحبر يصهل في الشد المتلاغم والفجر يعجب من ضياء جبينها بل يستنير بسحرها المتعاغم ويكاد يحفرها الحنين بأضلعي من رمشة عن لحظ خد ناعم ولقد ذكرت عيونها فتفجرت عيني كنبع من عيون مخارم فهي التي ملأت حياتي نرجسا وهي التي كانت ربيع مواسمي وهي التي واسة جراحي عندما عنيت من ذاك الضمير النائمي وهي التي قد أسكنتني في الذرى منها عرفت سخافة المتخاصمي وهي التي ما كنت أجمع عطرها حتى يعود عبيرها بتزاحمي إني أحبك فوق أي عشيقة عجلون يا وهج الغرام الدائم علقت حبك في الضمير تميمة فغدوت من أوفى جميع تمائمي قديسة راحت تناجي ربها ليلاً وتذرف دمع عين ساجني والأنبياء تعمدوا في مائها والطهر أرسى عشقها بدعائمي والصالحون توضأوا من نبعها والعابرون دروبها بتراحمي كم مر أسلاف لنا بظلالها من ناسك أو قانت أو عالمي ويعربش الوقت الطويل فينحني ورق التقائقي فوق ثغر باسمي ويسير ثوب الأرض ظلاً وارفاً يحلو به لحن قصيب لناظمي عجلون عاصمة الثقافة مذنما جدر النسيم على السفوح لهائمي لو ينطق الكينا في جنباتها ماذا يقول لإرثها المتراكمي لأعاد نبض الشمس بين عروقها وأضاء إجفان السماء لحائمي وتسير في يدها السني أساوراً من سالف الأمجاد حول معاصمي وتزلزلت قمم الجبال بحرقة فلأي أرض تستدير بعالمي للقدس يممت الجبال وجوهها دوماً وغردت الطيور لصائمي وتطل نحو القدس توجع أحرفي فتضيق أنفاس الشجون لرائمي ويضيق صدر الغيل فوق جبالها ويصيح أبناء السحاء لحالني ستقوم من أرض الرباط جحافل ونعود في أكنافها بتواءمي فالصبر كهل نال عمراً كافياً والقبر قهراً في الحياة الظالمة لكنها الأيام تنفذ ثوبها من كل آمالي وكل عزائمي ولقد كبرت بعشق أرضي مغرماً فأنا المتيم رغم كل مآتمي عجلون في كف الشتاء تعيدني من حال معتصم يلود بعاصمي فأنا أحبك دون أي تكلف فالتحضنيني دون أي مراسم هي هكذا رغم الجراح حبيبتي سيزفها زهر الخلود القادم سأظل أعشقها وأعشق نبضها حتى وإن حجبوا لنا بطلاس جميل 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 عجلون هذه المدينة التي تتوسد سفوح الجبال الخضراء قلعة عجلون تسمى قلعة عجلون وقلعة الربط وقلعة صلاح الدين على قمم جبال هذه المدينة الجميلة هذه المدينة جمعت جمال الطبيعة وجمال التاريخ يعني عندما تنظر إلى قلعة صلاح الدين على قمة جبل من جبال عجلون وتتنسم عبق التاريخ هل كان يمكن أن تكون القصيدة بهذا الجمال لو لا هذا الجمال المتضافر بين الجمال الطبيعة وجمال التاريخ من المعروف أن الأدب مرآل الحياة والمكان بالضرورة يعكس جمالية القصيدة فعجلون كما تفضلت هي من المواقع الجميلة جدا بالإضافة وجود قلعة عجلون فيها أعطاها جمالا فوق جمال جمالا تاريخيا وجمالا طبيعيا بالإضافة حتى ما كان العمل الذي أعمل به أضطر للسير ما بين الغابات بالسيارة طبعا وربما هذا يعطي منبهات ما ليجعلك تكتب بدايات القصائد أو مطالع قصائد ثم تكتمل تلك القصائد فعجلون أكيد المكان له دور كبير حتى في الأدب الإنجليزي يقال أن الأدب ميرر تو أور لايف يعني المكان له أهمية كبيرة في القصيدة بعض الأصدقاء من شعراء تلك المناطق خاصة من عجلون أنه يعني يطيب له أن يرتقي قمة القلعة ويقرأ شعره أو ينظم الشعر هل مرت بك هذه الحالة؟ نعم أكيد مرت في حالات كثيرة وخاصة عندما تلقي قصيدتك في شرفة طبيعية وتخرج الحروف من مكانها الصحيح تصرخ بحروفك وموسيقك كما تشاء فأعتقد يكون لها إقاع خاصة ومميز نعم يعني يقال وهكذا هي الرسم الجغرافي أن هذه القلعة ومدينة عجلون تشرف على مدينة القدس والقصيدة طبعا أنت مررت من خلال هذه النافذة أو هذه المرأة على القدس كتبت للقدس قصيدة خاصة غير هذه القصيدة وضمنتها ضمن أنها كأنها شقيقة هذه المدينة وتنظر من خلالها إلى القدس هل كتبت شيء للقدس؟ العلاقة التي تربط عجلون بالقدس هي علاقة روحية علاقة يعني لا يكاد شاعر أتحدى أن يكون هناك شاعرا من عجلون سواء في الزمن السابق أو في الوقت العصر الحديث كتب قصيدة لعجلون إلا وقرنها بالقدس ذلك أن برج القلعة يطل على جبال الخليل والجبال المحيطة في القدس فهناك علاقة روحية طبعا ما هذا لذلك العلاقة التاريخية كونها بنيت على يد عز الدين أسامة بأمر من صلاح الدين الأيوبي في تلك المنطقة حتى تكون لحماية القدس درجة أولى ولأسباب عسكرية أخرى كم تبعد القدس عن عجلون؟ تبعد القدس لا يزيد عن 82 كيلو متر يعني كمسافة عجلون وعمان ربما أكثر بقليل نعم يعني حتى فيما مضى كانت هناك مواصلات سهلة عليها قبل استقناء يعني قبل استقناء يعني هناك طريق مباشر من عجلون إلى القدس نعم ما يزال هذا الطريق؟ هو من عند جسر الشيخ حسين نعم يعني لا ما هو بسبب الاحتلال الصهيوني يعني تعرف وضعه كثير من المعوقات وكثير من الحواجز فأكيد جعلهم ممرات خاصة حسبهم احتياجاتهم الأمنية كما يعتقدون أنت درست لغة الإنجليزية نعم لم تدرس لغة العربية درست الأدب الإنجليزي نعم درست الأدب الإنجليزي يعني كيف سطعت أن تتقن لغة العربية وأنت لم تدرس هذه اللغة أو العروض دراسة أكاديمية هو الشعر تدفق لا إرادة للمشاعر والأحاسيس نعم مع الالتزام بالوزن ملقافي كما عرفه الأولون هو شعر مقفا دال على معنى وهو موهب لا يمكن أن يكون الشعر صناعة فالقصيدة تأتي إليك ولا تذهب إليها القصيدة التي تذهب إليها يكون فيها هناك تكلف يكون هناك فيها يعني لا ترقى إلى الجمال المعهود بينما القصيدة التي تأتي إليك هي القصيدة التي تمتاز بالروح وهذا ما نفتقد الحقيقة في هذه الأيام في كثير من القصائد تفتقد إلى الروح وأقصد بالروح أن تكون القصيدة يكون الشعر حاس فيها بكل كلمة فيها بالنسبة للموهبة الموهبة عندما تكون منذ الصغر موجود في الشاعر تكون الكتابة بالسليقة وتكون دراسة اللغة العربية هي عملية تساهم في إثراء لغتك تساهم في تقويتك في مجال الشعر لكن بالضرورة الموهبة أو الخامة الشعرية إن وجدت في الشاعر فهي الأساس في كتابة الشعر هل استفت من الدراسة الروحة الإنجليزية أو الأدب الإنجليزي هل وظفت هذه الدراسة في التجربة الشعرية بالطبع الأدب الإنجليزي يوسع الأفق أو الأدب الأخرى للثقافات الأخرى يوسع الأفق عندما درسنا في كثير من الروايات والقصص حتى الإحساس باللغة الإنجليزية عندما تكتب باللغة الإنجليزية الإحساس له طابع خاص فحتى تكتب أنت بالمستقبل باللغة العالمية يجب أن تراعي ذلك الإحساس وبالتالي اللغة الإنجليزية بالطبع وسعت الأفق من دراستنا الأساطير ودراستنا لكثير من الروايات الأجنبية أكيد جعلت هناك مسجا ما بين الإحساس في الكتابة باللغة العربية حاولت أن تكتب بالإنجليزية؟ كتبت أكثر من عشرة قصائد ربما فقط باللغة الإنجليزية لكن لا يحضرني بالأسف أنا أقرأ من هذا الشعر أنت كتبت في ألوان الشعر أيضا الأخرى قصيدة كل الضياء كل الضياء نعم هذه قصيدة تناجي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يمكن أن نقول عنها قصيدة صوفية ليس تماما هو تعلمون أن في هذا العصر في هذا الزمن أصبحنا بحاجة ماسة جدا إلى تلك القدوة قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم بطريقته التي علمنا طريقة الحياة السليمة وكيف ننشئ مجتمعا واعيا ومجتمعا قادرا على أن يقوم بواجباته فأنا هنا بهذه القصيدة يحضرني حنين قوي لرسول الله عليه وسلم ولتلك القيادة قيادة رسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وهذه المجتمع نسمع القصيدة كل الضياء كل الضياء أمام نورك يشهد أن الذي نشر الضياء محمد إني إذا ذكروك ترجف أضلع وأكاد من نار اشتياق يا أحمد عد يا رسول الله إنا ها هنا هن وبتنا للأعاجل نسجد عد يا رسول الله بعدك أمحلت هذه الديار فخيرها يتبدد عد يا رسول الله إن بلادنا باتت ممزقة بها نتشرد عاد الأعاجل في البلاد وأهلها من كل أشكال الضلام فأفسدوا فشام أم الأرض باتت سلعة كل يتاجر بالدماء ويزهد وحسرتاه على الشام وأهلها قد أحرقوها دون أن يترددوا لم يرحموا طفلا بها أو سيدا إذ بات أشباه الرجال يعرهد أما العراق فيا لفرط مصيبتي فيها العروق من الأساء تتجمد قد أصبح الغرباء نخبة أهلها صارت لفارس مرتعا تتسيد وهناك في اليمن العزيز معرة منها يشيب اليافع المتورد حتى غدت يمن الفخار ولاية من بعض أملاك الذين تمردوا أما العروبة إن ذكرت حروفها خجلاً أمامك أستكي وأجمد مات الرجال فلا رجال بأرضنا إذ صار أغلبهم يحيظ ويقعد عذر رسول الله منك لأحرفي فأنا الذي بالقهر سرت أقيد بأبي وأمي يا رسول الله من من نور اسمك نستنير ونرشد فاشفع لنا يوم الحساب وهوله وصلاة ربي للحبيب تخلق علي الصلاة والصلاة بركت 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 الله كل هذه العناصر التي تشكل عناصر مجد وقوة وعزم وثبات لماذا هذه الأمة الآن تعيش هذا الانكسار أعتقد وأؤمن بكل قوة أن سبب انكسار الأمة هو البعد عن الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا مساراً واضحاً وهذا المسار تحدث عنه المستشرقون قبل أن يتحدث عنه العرب المسلمون فلذلك أنا أعتقد أن بعد الناس عن الدين وعدم التزامهم بالممادئ العربية لأصيلي وعدم التفرق والمصالح الشخصية يعني يفترض نحن كأمة عربية أن نكون وحدة واحدة هناك أرقام مخيفة نسمعها ونقرأها إذا اجتمعت الأمة أرقام مخيفة كان من ثرؤات أو من ناحية اقتصادية أو من ناحية التكامل الاقتصادي تكامل جغرافي يعني هناك تكامل فضيع في حالة الوحدة العربية يعني الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الولايات أصبحوا أصحاب دولة القطب الواحد بسبب اتحادهم لماذا لا يكون هناك اتحاد عربي يقوم على مشروع عربي قومي نحن للأسف دائما نلوم دول إقليمية ولا نعمل مثلها يعني هناك دول إقليمية في الإقليم تفوقت ومارست سياسي استطاعت من خلالها أن تتفوق نحن يجب أن نبحث عن مشروع عربي إسلامي يعيد الأمة إلى المسار الصحيح أما إذا أردت الإرادة نعمل بهذا المشروع الإرادة الحقيقية يعني لا يوجد هناك إرادة حقيقية هناك فقط مصالح شخصية للأسف نريد تغليب المصلحة الشخصية مصلحة الدولات سايكس بيكو التي صنعها سايكس بيكو أن نغلب نذوب الحدود ونغلب المصلحة وتحتاج إلى تضحية بدون تضحية عبر تاريخ الأمم يعني كل الأمم الشرقية والغربية بدون تضحية لا يمكن أن تقوم أمة في تضحية وفي نقطة بداية يجب أن يكون هناك تضحية ما لصناعة مشروع عربي قومي إسلامي يقود هذه الأمة إلى شاطئ الأمان نعم أنت برؤيك شعر متفائل يعني في أمثال شعبية كثير ومن خلال التجربة ومن خلال التاريخ لو استعرضنا التاريخ منذ العصور السابقة أن كل مئة سنة أو كل يعني عشرات السنين يحل قوم أو تحل حضارة ما حل حضارة يعني تأتي حضارة بعد حضارة أنا أعتقد أن هناك يعني بصيص أمل قوي ليس بصيص أمل أنا أعتقد أن هناك أمل قوي في عودة الأمة لأنه ما بعد هذا العناء الشديد إلا الصحوة وأنا أكاد أجزم نعم أكاد أجزم وبحاسة الشاعر السادسة يقولون أن الشاعر يرى ما لا يراه الآخرون إن صدقت تلك المقولة فأنا أعتقد أن ليس على المدى القريب ربما ولا المتوسط ما بين المتوسط والبعيد أعتقد أن هناك رجعة قوية للحضارة الإسلامية والعربية أعتقد أن هناك عودة والعودة ستكون سريعة جدا أنت قدمت اعتذارا لعنترى ماذا أردت أن تقول أردت أن أقول لعنترى أن الزمن لم يعد نفس الزمن تغيرت الظروف وتغيرت الأحوال نعم فقدمت له اعتذارا بقصيدة يعني هذا الاعتذار ماذا أردت؟ اعتذار الفروسية اعتذار للرجولة اعتذار للتأريخ هو اعتذار لعنترى أن فروسية عنترى المميزة سواء فروسيته كشاعر أو فروسيته كفارس وقتاله من أجل المبدأ أيضا أن هذه أصبح الناس بعيدين عنها أو أصبحت بعيدين عن ما يعني أنا أعتذر منه أن الوضع الحالي في هذا الزمن أصبح بعيد عن كل تلك المبادئ حتى أن الناس نأت بنفسها عن تلك المبادئ أنا التاريخ العربي مليء بقصص الفرسان والرجال من التاريخ العربي الإسلامي هناك قادة كثيرون فرسان قادوا معارك وحققوا انتصارات وبنوا مجدا لماذا خصصت هذا الشاعر دون الآخرين؟ عن ترى كان من الشعراء الذين يعني هو أول إشي من نقطة الصفر انطلق لتحقيق المجد يعني هو معروف أن عن تاريخ العبسي كان عبدا نعم فهو ربما من نقطة الصفر وما قبل الصفر هذا دليل ربما هو يعني يكون دليل على أن المجد يمكن أن يصنع من نقطة الصفر نعم من عذرت أن نكون بعد الفاصل ما عذرت فاصل قصير ثم نعود فوقه معنا أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الشاعر العربي من الأردن محمد سراج صغول موضوع حلقتنا لهذا اليوم الشاعر والحياة تعود لك سيد محمد كنا نتحدث عن عن ترى والاعتذار الذي قدمته عن ترى قلت لك أن هناك شخصيات كثيرة من الفرسان ورجال والقادة في تاريخ العربي يصخر فيهم والتاريخ الإسلامي أيضا أنت قلت لك لماذا خصصت هذا الشاعر دون غيري قلت لأنه بدأ من نقطة الصفر نعم عن ترى العبس من الشعراء أيضا الرائعين ومن الفرسان يعني الذين يعني يفتخر بهم العرب لما قدمه من قصائد ومن مبدأ ثابت سار عليه إلى آخر حياته إذن هو فارس وشاعر في نفس الوقت نعم صحيح يعني هناك قناة مشتركة بينكم بينكما إذن نسمع الاعتذار عذرا عن ترى بكى قلبي وقد زاد احتراق وزاد النوم أجفال شقاق وأعيان الزمان فصار داء يشد على مسرات وثاق ولست بتابع غيري بسيف ولا أنوي إلى الموت انطلاق أنا السيف الذي أمسى بغمد فصار النصر يزداد اختناق فلا حرب النسير ضهن إليها وزيف السلم يلتحف الوثاق وتطربنا الكآبة كل يوم نهيم إلى شوارعها الشفياق وإني أعشق الحبر المصفة وشعر البعض قد أمسى نفاق شربت الصدق من قلب عفيف ولو بالصدق أزدادا شقاقا ومضماري أراه طريق حب بكل جوارحي أهوى السباق فيا الله ألهمنا بصبر خيول الصبر تمنحنا من عتاق أخوض بفضلها حربا ضروسا كأني أعتلي فيها براق أسافق خيل أحلامي بحلمي وحلم النفسي أصعب أن يطاق ألا يا أيها العبسي عذرا فليت المجد في ذمهم أفاق أنا حربي بلا رمح وسيف فحرب النفس تمحقنا محاق فكم من سيد أمسى ذريبا من القهر المقيت فما أفاق جميل جميل ومؤلم إذن القاسم المشترك بينكما هو الشعر نعم صحيح واخترت أن ترى لي تقدم له اعتذارا وفق هذا المفؤوم وهذه الرؤية طبعا هناك كما قلت يعني العالم أو التاريخ العربي الإسلامي يصخر بقادة عظام صنعوا مجدا وبعضهم أيضا شاعر ربما لم يأخذ الصدى الذي أخذه عن ترى ما قبل الإسلام يعني ربما نذكر هو حتى هناك شعراء يعني كتبوا عن الفروسية كتبوا عن أمجادهم المتنبي دائما يتغزل بالسيف والقلم في آن واحد أتحدث عن يعني هذا الألم الذي يعتصر محمد سراجز وهو ينظر إلى التاريخ هناك قصيدة أخرى أيضا هي لم تأخذ عنوان اعتذار كما هي قصيدة أنترى لكن هي حنين إلى ذلك التاريخ أو محاولة استنهار الأمة وهو قصيدة حنين إلى الأندرس ما الرسالة التي تريد أن توصلها من خلال هذا الحنين إلى الأندرس الحضارة التي قامها المسلمون والعرب في السابق كانت حضارات عظيمة يشهد لها الغرب حتى في هذه الأيام ويتحدثون عنها وحتى في كتب ألفت سواء في مجالات كثيرة سواء حضارة متكاملة من ناحية علم الهندس وعلم الفيزياء حتى هناك كثير حتى يقال أن الثورة العلمية الأخيرة قامت في كثير منها على كتب قديمة ألفها علمان الأجل في جميع المجالات سواء علماء الجبر سواء علماء الفيزياء وإلى آخره هذا الحنين هو حنين مشروع حنين مشروع إلى تلك الحضارة العظيمة الحضارة التي تمتاز بمزايا لم تمتاز بها حضارة أخرى حضارة إنسانية يعني الآن إذا أردت أن تستعرض الحضارة على مستوى الحضارة في العصر الحديث يعني حضارة القطب الواحد الحضارة الأمريكية الآن في كثير من جوانبها تتجنب الجوانب الإنسانية الجوانب الإنسانية في كثير من الأحوال لا تأخذ لها اعتبارا الحضارة الإسلامية كانت حضارة شاملة بجميع الجوانب لا تقطعوا شجرة لا تقتلوا شيخا فكانت حضارة يعني يفتخر بها هذه وصايا القادة للجند القادة للجند بمعنى آخر أنها حضارة تقوم على أسس صحيحة الحضارة إنسانية ليست إرهابية ليست إرهابية نعم بضرور كما يصورها الآخرون الآن حتى معاهدة جينيف التي استحدثوها الآن أغلبها هي نصوص قادة المسلمين في معاركهم يعني لا تقتلوا طفل لا تقتلوا شيخ هذه الآن هي نصوص في معاهدة جينيف هي الآن كان يوصيها الجنود في حروبهم فالحنين لتلك الحضارة تمزق الأمة ضياع الهوية الهوية العربية الإسلامية التائهة التي تتخبط شرقا وغربا بين سياسة هنا وبين سياسة هناك بين محاولة النأي بالنفس وبين محاولة الوقوف على القدمين بين هاي سياسة التوهان التي نعيش تجعل كل إنسان عربي مسلم يحن إلى تلك الحضارة صراع الطوائف الذي أوصل الأندلس إلى الهزيمة والانكسار وضياع هذا الفردوس المفقود ألا تعيشه الأمة الآن؟ نعم تعيشه بكل يعني تعيشه بكل تفاصيلها حتى أنها زادت عليه باستحداث طوائف جديدة يعني استحدث طوائف جديدة وأصبح التناحر داخل وللأسف الشديد حتى الغرب أصبح عندما يريد أن يضعف جهة ما في الوطن العربي أو في الشرق الأوسط أو في محيطنا يفتعل أمرا طائفيا جديدا بكل سهولة فأين الثقافة العربية أين الوعي العربي أين الوعي بتلك المشاريع وأحيانا نشعر نحن كمواطنين أنه في بعض الجهات تكون تعلم يعني على مستوى العرب على مستوى الوطن العربي تكون تعلم بتلك المخططات لكن مخططات لكن ليس بيدها حول ولا قوة يعني يتم التآمر عليها بطريقة ما من هنا و هنا و النماذج كثيرة أمامنا بالتآمر على الربيع العربي الذي حدثوا أنتم يعني إذا نسمع نسمع قصية الحنية لأندلس بالمناسبة أنا جذوري تمتد إلى الأندلس جذور عشيرة العائلة عشيرة الزغول نعم تمتد للأندلس وفقا للمؤرخين يعني الأردنيين وغيرها إذا نسمع هذه الرواية بعد القصيدة طعم المرارة في حبر وأوراق والجرح يغفو في حمراء أحداق هل زمزم الوهن حول الذل أغطية أم أسرف العاء مما عتق الساق أم خبأ الليل مجدا بين أنجمه أم تاه من تاريخ العرب ترياق تلك الممالك فيها أزهق وطنا لا يقسم القلب أنصاف بأعناق هل تحجب الشمس في غربال مصلحة يا ويح ملك يحيا فوق إملاق يا سخرفاتنة أهوى جدائلها يا جنة الله في فيحاء آفاق هل يخرج الداخل من أقصان زنبقها أم يرحل الطارق عند حنونها الراقي قد كانت الدنيا تزهو بطلتها فخرا بما ملكت من طهر أخلاق والعلم مكنون في كفها أبدا كأنه الحب في عروس سماته والمجد حصري إلا ببسمتها والفخر يكبر مزهوا بإشراقه واليوم نفخر بث منها حصري هل يبدل الماء في أعواطد الراقي تلك القرون قد مرت بما حملت هل يرجع الذاهب من تاريخ هل باقي صحراء أمية من قهرنا كبرت مليون أندلس دامت بأعماق يا طارق ابن زياد عد لنجدتنا هذا الضياع يغشينا بإشفاقي والموت يزحف لا سيف يسيره بل ساقه الذل أفواجا بأسواقي أسرج لخيلك حتى في مخيلتي إن امتظرتك من قهري وإرهاقي ماذا تقول إذا ما عدت مرتجلا عن خيل ذاكرة في نبض أشواقي غرناطة الأمس كانت في ضواحيها أنفاس جدي أزهار بأطلاقي يسخو على قمم الأفاق ضاحكة يمسي والشبونة الحيرة كعشاقي يا أيها الزغلي الحر من كدمي يغلي فيوشك هذا الحر إحراقي قيدي شديد من أغلال مائبة تسعى لأمتنا دوما بإخداقي والليل مهما قد طالت غمامته فالصبح يسح فيك في الغد الباقي لازلت أنقبه خلال نصر قادمة حتى يفوقك صحيب الفجر ألتاك أمنية حزينة ومؤلمة وقصيدة جميلة قلت أن جدورك أو جدور عائلة الزغول من الأندلس بدي أن نسمع هذه الرواية كيف يرتم أصولكم من الأندلس عشيرة الزغول جد عشيرة الزغول هو أندلسي هاجر إبان تقسم الأندلس إلى ممالك كما تعلم جدوره ترجع إلى بن الأحمر في الأندلس نعم وهاجر إثر سقوط الأندلس من الأمراء نعم من أمراء الأندلس هاجر إثر سقوط الأندلس إلى شمال المغرب العربي في شمال المغرب العربي مكث فترة هناك وثم انتقل إلى بلاد الشام واستقر بعد فترة في مدينة الكرك الكرك الأردنية ثم انتقل واستقر استقرارا نهائيا في مدينة عنجرة من مدن عجلوف فنحن نفخر بهذا التاريخ وربما هذا ما يعزز ذلك الحنين إلى الأندلس وأمجادها يعني هذه روايات تاريخية ثابتة نعم روايات تاريخية وهناك أنا سمعتها من مؤرخين حتى تكون هناك موضوعية ليس من الأكاديميين في عشيرتنا الأكاديميين من خارج العشير ومؤرخين أنا سمعتها منهم منهم المؤرخ محمد سمحان وغيرهم سمعتها منهم أن تتطابق هذه الروايات نعم يعني قبل ضياء الحواظر العربية الآن أنت تعرف العراق الشام اليمن المغرب العربي أيضا قلق يعني كان العربي والمسلم عنده طموح أنه يستعيد الأمة تستعيد الفردوس المفقود الآن يبدو قتل هذا الأمل كما ترى يعني الشام تعيش احتراق العراق يعيش احتراق اليمن وباقي حواظر الأمة أيضا الآن تعيش قلق ربما أنه تسعر هذه النيران وتنتقل هذه الجراح التي انطلقت من جراح الأندلس وقبلها ضياع الأمة في بغداد ثم القدس وهذا الضياع يعني قلت أنه من أضاع الأندلس هي حروب المماليك والطوائف والنزاعات الداخلية الخصوم يستجمعون قواهم والقوى العربية في تلك المدن كانت تتصارف ما بينها على الكرسي الحكومة أضاعوا هذا الفردوس الآن كما قلت أنه نعيش هذه الحالة في الوطن العربي لماذا لا نستفيد من دروس التاريخ هذه دعوة إلى الأمة العربية في هذه الأيام دعوة من القلب والألم يعتصر قلوب كل مواطن عربي على هذا التشرثم وهذا التشتت في الأمة العربية هذه دعوة بقوة إلى الجرأة في الطرح وأن يكون هناك مشروع عربي للأسف الشديد هناك محاولات مشاريع عربي لا يوجد مشروع عربي قام أنظر إلى الثورة الفرنسية أنظر إلى الثورات الغربية التي قامت على إثرها حضارات عظيمة يعني قامت على أسس مبادئ وتهيئة نحن للأسف الشديد في حال التشضي في حال التشضي نحتاج إلى مشروع عربي وحدوي يعيد الأمة على مسارها الصحيح حتى نصل إلى بر الأمان بغير ذلك لا يمكن للأمة أن تقوم لها قائمة أن يكون توجهات هذا يتوجه شرقا هذا يتوجه غربا هذا يتبع سياسة فلان وهذا يتبع سياسة الغرب هذا يتبع سياسة أوروبا هذا يتبع سياسة أمريكا يجب أن يكون هناك مشروع عربي قومي إسلامي يعود إلى الأمة هيبتها نعم رثيت عبد الرزاق عبد الواحد بقصيدة كيف يعني كيف ولدت بينك وبين عبد الرزاق علاقة ثم أثمرت عن قصيدة رفاق أم أنك لم تلتقيه التقيت الشاعر العربي الرائع عبد الرزاق عبد الواحد في جامعة تعجلون الوطني كان في الأخوة في المتجاة الثقافية رتب أمسي شعري وكان لي الشرف المشاركة معه في الأمسي عندما سبعت خبر وفاته هي القصيدة يعني مباشرة كانت ارتجالية هذه بضعة أبيات ربما لا تزيد عن عشرة أبيات لكن كانت ارتجالية لسماع لي خبر وفات هذا الأديب العربي الرائع يعني اللقاء كان جمعكم في جامعة في أمسية شعرية في جامعة عجلون الوطني جامعة عجلون الوطني كانت هناك أمسية أمسية شعرية نعم والتقينا فيه وسمعنا له شعرا وأسمعناه شعرا وكان لقاء رائع نافتخر به أنت قرأت في تلك الأمسية معه قرأت نعم قرأت أنا والأستاذ عبد الرزاق عبد الواحد ومشموعة من الزملاء والاستقال إذن نسمع الرساء تخطيت الحواجز في السباق ونلت براعة الأدب العراقي وأشعلت الحروف شموع شعر تضيء سعيدة بالاحتراق تلاحظ كل منتظم جميل فأبهرت المسافة باللحاق وقد أحييت في عجلون يوما فأسعدنا على الحب التلاث رأيت بقصة الكلمات وقعا تكاد تصيبه بالاختناق تغنى بالعراق لكل صدق وكانت دمع نبعا للسواق وما يبكي الجباء سوى عظيمة هي الأبطار ما تبكي العراق جميل رحمة الله على عبد الرزاق عبد الواحد عاش ومات هو يعني يحترق بجراح جراح العراق وجراح الأمة عندك قصيدة أخرى كتبت عن عن الكبر عن السلوكيات الاجتماعية كنت تنتقد بعضهم لهذا السلوك ما موضوع مناسبة هذه القصيدة هذه القصيدة يعني كما هسلفنا سابقا أن الشعر هو تأثر وتأثير هناك مواقف اجتماعية ربما تكون أمراض اجتماعية منها الكبر يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أمام به ذرة من كبر فأكيد في مواقف خاصة لا يستطيع الإنسان يعني أن يذكرها لكن بالعموم قصيدة الحكمة وجدت على يعني على مدى أوقات قصيدة الحكمة وكانت تتميز بالديمومة قصيدة الحكمة دائما ما تدوم وتطول يعني ويكون عمرها طول من القصيدة الأخرى نعم فكتبت هذه القصيدة يعني تأخذ مثلا تأخذ مثلا نعم لن نسمع القصيدة من الكبر لا بنغير فيه أتألم وعند الفتى نفس تضيء وتظلم فدع نورها الأخلاق حيث توجه فمن دون أخلاق تتوف وتنتم كأني ببعض الناس وهم مرصع بأردان أثواب المصالح يلزم فهل أصبح الحبر المصفى جريمة على غير أخلاق القناعة يفطم وهل بات دجال الحقائق ملهما ومن بين أشباه الرجال يعظم فتنمو من الكبر العبيد بطحالهم بأحشاء مغتر من الوهم يتخم وما في بلاد الله شيء يضير سوى أحمق من كبره يتجرسم ترى حوله الأضواء تلمع خدعة وما حوله إلا الذميم المحطم ترفحت عنه للجداء لأنني أضيق بمن إن قال أمرا يحتم ومن يخطل التزوير من برد كذبه وزور الفتى أدهى وأقسى وأعظم وإني عن الإنسان أبحث دائما وما بعضهم إنسوا وإنهم تكلّ ترى في كلام البعض شهدا مقطرا وإن ذقته فالطعم مر وعلق ورجحت صفحي دون أي إساءة ومهمني من في الخفاء يتمتموه ملأت الجواء حبا وقلبا ناسا ومن يملك الإخلاص يعفو ويرحمو فمالوا على قلبي بطعن وأثخن وقد كنت أحيا بالوداد وأن العمر وما زادني هم وغم وحرقة بأن الأذى عند الذين تعلم وما العمر إلا مثل غفوة حال فلا تجعل الأضغاث فعلا يترجم وما يجهل عذان أنك حاقد وما يجهل الجفال أنك تحلم فلا تجعل الأحقاد دينا وديدنا فكم يستطيب البخ من يتأسلم تنقلت ما بين السنين كأن نبي خطاطي فمذبوح من الوصل يعدم فحينا أغطي عورة الصحو علها تباغت ليه فرحة تتكتم وحينا تراني أملك الأرض باسما وحينا على صدر جبال تجتم فدع راغبا كسر النفوس فربما من الحرف تجدث الوداء وتهدم ولا ترجو الدن إن كسرت وداء وحاذر شظاياهم إذا هوت حق جميل 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 أبدأت شكرا لك الشعر العربي من الأردن محمد سراج صغول على هذا يعني هذه الجلسة الممتعة وهذا التطواف في أفاق الشعر والجرع العربي شكرا لكم وأنا سعيد جدا بإطلالتي من قناة الرافدين وشكر خاص إلك على هذه الاستضافة الجميلة حياك الله شكرا لك أزالي مشاهدين شكرا لكم حسنا المتابعة ودعوكم التواصل مع باقي ثقرات البرنامج شكرا لكم 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 حسنا المتابعة ودعوكم التواصل معنا عبر حلقاتنا القادمة من برنامج فضاءات حتى ألتقيكم في حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم